ردود الفعل الدولية على تأييد السلطات الخليفية لحكم بإعدام ناشطين بحرانيين تساعدت وتيرتها أوروبيا وجه 53 عضوا في البرلمان الأوروبي خطابا لحاكم البحرين حمد الخليفة طالبوه فيه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد الناشطين محمد رمضان وحسين موسى إضافة إلى آخرين أمريكيا حتى السناتور الأمريكي رون وايدن حمد الخليفة على وقف إعدام الناشطين رمضان وموسى لافتا إلى تعرضهما للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات وفي ذات السياق وصف السناتور مارك روبيو محاكمة الناشطين بالجائرة حاثا السلطات الخليفية على إطلاق سراحهما حقوقيا قالت هيومن رايس وواتش أن 16 منظمة حقوقية دولية وبحرانية طالبت حاكم البحرين في رسالة مشتركة تخفيف حكمي الإعدام بحق الناشطين فيما دعت العفو الدولية إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة رمضان وموسى هذه النداءات التي سبقتها نقاشات في البرلمان البريطاني حول قضية الناشطين تصم السلطات الخليفية آذانها عنها ولا تعيرها أهمية وخاصة تلك الصادرة من حليفها البريطاني موقف خليفي يثير العديد من علامات الاستفهام حول تواطئ حلفاء النظام معه في ارتكاب جرائمه طمعا في استمرار عقود التسلح واستثمارات العائلة الحاكمة في الخارج ولو على حساب حقوق الإنسان